موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة السعودية أهلا بكم عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وطلع المجلس في بداية جلسته على فحوى الرسالتين التي تلقهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظهما الله من فخامة رئيس جمهورية الفلبين وفخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد وكذلك مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية لتوسيع أفق التعاون الثنائي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز دور المملكة الريادية تجاه القضايا الدولية ومنها التحديات البيئية العالمية وتناول المجلس في هذا السياق نتائج مشاركة المملكة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب وما اجتمل عليه البيان الصادر من مضامين أجملت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة القادة ورؤية خادم الحرمين الشريفين رعاه الله نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات وكذلك تطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي كما تضرق المجلس إلى ما أكدته المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من التزامهما بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخية ودعم مبادرتين السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والمشاركة الثنائية فيهما وتابع مجلس الوزراء الاستعدادات من الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام لتنفيذ خطتها الأمنية والتنظيمية والوقائية وفق منظومة عمل متكاملة توفر لضيوف الرحمن كل سبول الراحة وتحقق سلامتهم من مخاطر جائحة فيروس كورونا وثمن مجلس الوزراء تتشيناء صاحب السمو الملكي ولي العهد ثمانية مشروعات سكانية وطبية لمنسوب وزارة الدفاع في عدد من المناطق بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال وذلك ضمن سلسلة مشروعات نفذت بأفضل المعايير والمواصفات وأحدث التجهيزات الطبية والفنية وجدد مجلس الوزراء إدانته استمرار انتهاكات ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرة مفخخة دون طيار تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية حيث جاءت أبرز القضايا على النحو الآتي القضية الأولى إيقاف ثلاثة موظفين يعملون بأحد البنوك وأحد عشر مقيما لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية تدار من قبل المقيمين وتحويل مبالغ مالية غير مشروعة أودعت في تلك الحسابات إلى خارج المملكة القضية الثانية إيقاف موظفين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة القضية الثالثة القبض على قاض بالجرم المشهود لحصوله على مبالغ مالية قدرت بأكثر من أربعين ألف ريال من عدة مكاتب للاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضايا تحكيم في خلاف تجارية القضية الرابعة القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة بهدف الضغط على أحد أطرافها القضية الخامسة إيقاف كاتب عدل وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لحصوله الأول على مبلغ عشرين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية القضية السادسة إيقاف مديرة مجمع لتحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة في وزارة التعليم لقيامها بالاستيلاء على أكثر من مائة وخمسين ألف ريال من المبالغ المسلمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع القضية السابعة إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بقيمة خمسمائة ألف ريال القضية الثامنة القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وستة مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية واستلامه مبلغا ماليا مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها القضية التاسعة إقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية قدرت بأربعين ألف ريال مقابل توظيفهم بالوزارة هذا وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت ولله الحمد من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوث الإرهابية تجاه خميس مشطة وأضاف التحالف أن المحاولات الحوثية المتعمدة مستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية مؤكداً اتخاذه كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديدات نهاية الموجز شكراً على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر